السلام عليكم ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا النهاردة بقى في جولة لأول مرة في معرض صابر السني اللي في ضرب البربرة بقى ده هو مخليش حد قصلا يصور بس دي حصريا جدا على قناة تكات نوجة وخصومات لتكات نوجة هناخد جولة بسيطة كده عشان ما طولش عليكم وإيه الجديد في محل عام صابر السني يلا على السريع بقى لايك وشير وسبسكرايب هنا في السلالم الجديدة دي نزلت بتبدأ من أول 45 لغاية 150 جنيه حسب الحجم والطول اللي انت عايزاه ونزلت الفازات التركي بأشكالها الجديدة ونزلت فازات الورد بتاعت المطابخ والفازات الدكورات والشمعدان بأشكال وألوان والكريستالات وكل حاجة السعر بيبدأ من عند عام صابر من جنيه لغاية ما انت حبه وكل حاجة لها سعرها سريعا كده انا هخبك الجولة بصوا فيها حاجات انتكاد تحفة جدا جدا وبصوا دي جديدة اللي هي مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله دي جديدة جدا والعجلة الكبيرة برضو اللي هي شيالة الورد وحاجات كتيرة نزلت عند عام صابر جديدة جدا وحصرية جدا بصوا اللي هو الطبق الفضة بالإبريق بتاعه حلو جدا برضو لكل عروسة بقى بتحب الجهاز نفسها لكل ست بيت حابة تجدد في بيتها وتجدد بصوا ده الطابلو ده بتاع السور حلو جدا بيبقى شك جدا جدا في الريسبشن أو غرفة الأطفال وفي الميراية اللي هي بتتحطي كده على التسريحة حلوة جدا بص انا بسلم عليكم في الميراية حلو جدا جدا خدتلكوا جولة سريعة كده والصراحة المعرض في حاجات جميلة جدا 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 أي عروسة هتروح هناك هتتراضوا وينزل كمان أطباق وكسات حاجات حلوة وأسعارها جميلة جدا ودي الاتباق اللي أنا كنت مسكها دي مش إزاز دي اللي هو الهوة زي العاج يعني مش إزاز هنا في الطابلوهات باب بتاعت غرفة النوم والأنتري بصوا طابلوهات حلوة جدا وبيبدأ السعر من 30 جنيه للطابلوف بيبقى فيه أربع صور وهنا الظهريات دي حلوة جدا وفيه اللي هو الكنب اللي عليها جد وست والحاجات دي بصوا كمان الشمعات دي والشمع اللي طلع جديد تحفة جدا عنده شوية حاجات نزلين يا بنات ويعرايس تحفة لكل بقى بنوتة بالجهاز نفسها بص دي على البيت المناجيل التركي اللي طلعها جديدة حلوة جدا جدا يعني انت هتروح هناك عينك هتزغل على كذا حاجة بأمانت الله واجمل حاجة التحف والفازات شاكلها بصوا بيراضي جميع الازواق بجد بصوا يعني الحاجات بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك بصوا الشيالة التركي دي حلوة جدا هي فضة وفيها كاسات كده صغيرة بتبقى حلوة جدا في النيش وللناس اللي هي بتحب الانتيكات الفضة والكلام ده وسعره مش غالي يعني وهنا في الفازات اللي هي التركي بقى تحطيها في المطبخ بصوا ده ده كان شج جدا وعجبني جدا وفيه كريستالات كتيرة بقى يعني قمية كريستالات وفازات وتحف وبصوا بقى الركني ده بقى بتاع البنوتات ده للناس اللي هي بقى بتحب الحاجات دي دي العلبة دي بتحط فيها حجارة وبتتفتح العروسة دي بتفضل تلف وتحط فيها مثلا اكسسوراتك ودهبك والحاجات دي بالنسبة لعرائس الجداد الجاملين بصوا بقى ده المعرض الجديد يابنات لسه مفتتحه هو المحل بتاعه تحت وده في الدور الثالث المعرض الجديد ده في الدور الثالث هتروحي هتقولي له انا جاي اتبع قناة تكات نوجا وده الكرت بتاعي هناك هيعملك خصم 10% قولي له انا جاي اتبع قناة تكات نوجا هيديك الكرت بتاعي هيعملك خصم 10% على مجمل المشتريات بتاعتك كان معاكم نوجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صليم